ذكر بعض المحاضرين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بيتا من الشعر فما صحة هذا القول هذا البيت الصحيح بس قول الشيخ يوان نيبة فسأل فجالة قال بيتا من الشعر وقال هل أنت إلا إصبع دميتي ونسبي لله ما لقيت هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أو مسلم الصحيح لما أصبحت نكلة في أصبعه ودميت قال هذا الشيخ عليه الصلاة والسلام قال بعضهم ولم يحفظ له بيت من الشعر شبه هذا البيت لأن الله قال وما أعلم له الشعر وما ينبغيه فقال بعض المحدثين أنه لا يحفظ له بيت من الشعر مستقيم إلا هذا البيت واحد قال أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت يعني هذا قال ذلك يذهب صدره واحتسابه عليه الصدر والسلام وأن هذا شو في سبيل الله فلا بأس عليك أيها الإصبع ولا يضرك ذلك وهذا في سبيل الله